بنحاول نجيب أجيال كتيرة من النادي الأهلي علشان برضو وإحنا بنتكلم كده بنتكلم عن كل الأجيال كابتن محمد حشيش بيمثل جيل ورايب برضو مش بعيد أيوة هتتعرف هتعرف الظهر بقى خش يا جماعة شوفوا أنا على الانترنت بيجيب كل حاجة دلوقتي كابتن أحمد برضو بيمثل جيل ومجموعة الأجيال نادي الأهلي دايما ميزة النادي الأهلي جيل ورا جيل ورا جيل الحقيقة لأنه في النهاية زي ما قلت لحضراتكم محدش ياخدنا للسكة اللي احنا أو اللي هو عايز يمشي فيها احنا سكتنا يوم الجمعة إن شاء الله ربنا يكرمنا ونبذل أقصى مجهود نكسب ربنا يكرمنا ونكسب إن شاء الله وهو المتوقع إن شاء الله يا رب لقدر الله حصل أي حاجة تانية ما عندناش أي مشكلة نبص في اللي بعد ونشوف إلا حيحصل كابتن حشيش أعتقد يعني فنيا لما نيجي نتكلم عن مباراة السوبر يا مباراة مهمة أهلي وزمالك حركة لعبة مباراة أهلي وزمالك كتير ما حدش بيقدر يتوقع هذه المباراة حقيقة بس أنا هرجع بس الكلمة أنت قلتها من شوية ما حدش ياخدنا للسكة تانية عشان أنا لفت نظري كده من فترة كان فيه بعض القنوات متبنية حتة إيه شعار لالتعصب القصة يا جماعة مش مسألة شعارات يا القصة أساسا مسألة الموضوع صحيح اللي قوي طبق القانون القانون والعدل مش هيبقى فيه تعصب تنور عليك إنما ما يبقاش الحاجات اللي احنا بنشوفها والتجاوزات والناس اللي عليها حاجات معينة وما بيتعملهاش حاجات والحاجات دي الكتيرة دي قوي وبعدين ترجع تقول لا للتعصب ما تشوف تحكيم عامل كده وبعدين ترجع تقول لا للتعصب صحيح ده موضوع خطير جدا يا كابتن إسلام يعني أنا متخيل الموضوعات اللي تلعبت اللي هي الصغيرة الأسبوعين اللي فاتوا دول ماتش زي بتاع المحلة والإسماعيل ده ده كويس إن ما كانش فيه جمهور مال المدرجات تخيل أنت لو جمهور مال المدرجات ولقدر الله مثلا المحلة بعد الجوان اللي تلقت والحاجات دي طلع خسرات بكرة في الآخر كنت هتطلب من الجمهور يمسك أعصاب هتطلب من الجمهور دايما كده كابتن لأن ده نادي الأهلي وده أسلوب النادي الأهلي وده طريقة نادي الأهلي إن إحنا دايما نبقى وقفين فيه بأخلاقنا وتعلمنا ده من حضرتك وتعلمنا ده من الأجيال السابقة وكابتن أحمد نفس الكلام دايما ده دورنا وده دور حضرتك آه بنبقى زعلانين ومتدايقين وحاسين إن فيه حاجة غلط بتحصل كل الناس حسن ما تبقى مرة واحدة ماشي خلاص لازم إنما برضو مهنتقى عليه الحاجة لما بتتكرر بتبقى معروفة ومسخة بالزبط كم خالص فبالتالي قول زي ما تقول وعمل زي ما تعمل في الآخر النادي الأهلي بيمشي بمبادئه بيمشي بطريقه بيمشي بأسلوبه ولان ينتغير زي ما قلت لحضرتك حضرتك تعلمت بتجيلي اللي قابلك وعلمت الشباب اللي بعدك واللي بعدك علم اللي بعدك وهكذا وحتفضل الدنيا ماشية بهذا الشكل يمكن نرده في اي أمر بنتكلم بأخلاق النادي الأهلي التعلمت ناس كتير قوي بس للقسف فيه ناس مش عايزة تعلم يعني النادي الأهلي علم أندية كتير وعلم جماهير كتير وفي فنون الإدارة والمواقف الكتير والحاجات دي إنما للأسف في ناس مش عايزة تتعلم في ناس مش عايزة في الاتجاه العكسي هنفضل ماشيين برضو بأخلاق ومبادئ للأهل ولن نجر في هذه السكة ولن نجر ونروح لهذا الاتجاه لإنه مش بتاعنا ومش إسلوبنا ومش طريقتنا فإن شاء الله ربنا يكرمنا في المباريات من ناحية الفنية يعني